اهلا بيكم مرة تانية مسألة المتابعة دي مسألة مهمة جدا بس ثانية بقى انا بحاول اشوف المتابعة مننا احنا كبني قدمين بشكل عام مسألة ان نبقى في عندك تايم مانجمنت ادارة الوقت يعني احنا كتير كده كده كتير جدا يعني في شغلانتنا كده نقعد نتسائل فخامة الرئيس بيجيب الوقت منين يعني بيصحى الساعة كام وبينام الساعة كام طيب وفي الفترة دي ازاي بيقدر ان هو ينظم الوقت ويتابع عن كثب وبمنتهى الدقة كل حاجة بتحصل جوى مصر وفي افريقيا في المنطقة العربية وفي الدنيا ولو انه في ملفات مصر ده هنا بقى الاولي بتكلم على ملفات اقليمية وملفات دولية مصر ليه فيها دور مهمة او كبير او محوري ايا كان او فيها تماس مع المصالح المصرية ايجابا بإذن الله تعالى وسلبا لقدر الله فتلاقي دايما فيه متابعة ده معنى انه فيه تايم مانجمنت ما شاء الله مزهلة السؤال بقى احنا كبني ادمين والله بتكلم بجد احنا كبني ادمين عندنا التايم مانجمنت دي او عندنا هذا القدر من التحكم في ادارة الوقت انا بظن انه احنا معندناش قوي اغلبنا انا بتكلم عنينا كمجتمع لانه احنا لحد دلوقتي لسه من بتوع يلا بينا نتقابل نتقابل فين في المكان الفلاني الساعة كام الساعة كذا فنتأخر عن مواعدنا فنتكلم بالتليفون معلش ده انا متأخر عليك ربع ساعة طيب زي بالزبط لما يبقى فيه ورق عاوزين نخلصه احنا بنبقى عاملين حسابنا ان الورق ده هيخلص في شهر في اتنين حاجات زي كده يا جماعة احنا بدأنا حاجة اسمها الجمهورية الجديدة دي تم اطلاقها خلاص حياة كريمة ده واحد من اهم اللبنات او كل من اهم الاحجار شديدة الرئيسية في مسألة الجمهورية الجديدة العاصمة بتاعتنا العاصمة الادرية الجديدة واحدة من اهم اللبنات اللي لم تكن حجر الزاوية فيها عافين هو حجر الزاوية ولا لأ الناس فاكرة حجر الزاوية يعني كورنر لأ حجر الزاوية ده زمان كان البنى في اشياء معينة منها عادة كان دور العبادة بتبقى احجار بتتحرك كده وتلاقيها شبه قوس طيب ازاي تقدر الاحجار دي تشيل السقف كله لانه كان في حجر في النص كده بالزبط اللي هو هنا في الفراغ ده هو ده حجر الزاوية ده بيروح ضاغط على بقية الاحجار فيحصل بينها تلاحم كامل بعيدا عن مسألة انها فيها مواد لسق او مونة الى اخره بس ده اللي بيعمل عملية ضغط شديدة جدا تخليها وكأنها كتلة متلحمة مصبوبة يعني فتشيل السقف اللي فوقها العاصمة الادارية الجديدة دي هي حجر الزاوية بتاع الجمهورية الجديدة العالمين واحدة من الاحجار المهمة جدا منصورة جديدة واحدة من الاحجار المهمة جدا كل ده احنا هنا بنتكلم على بناء جديد لمصر تغيير حقيقي لوش مصر بس علشان مصر والشهب جد يرجع الى كامل البهاء والجمال والروعة وانها تحتل الصدارة دائما في اي ملف متعلق بمصر لازم احنا كمان احنا كمان نبقى جزء لا يتجزأ من ده احنا مش عاوزين نبدأ شغلنا لما نيجي ننتقل ايا كان بقى كل واحدة لحسب شغله نروح لعاصمة الادارية الجديدة واحنا طريقة تفكرنا على قديمه مش عاوزين نبقى غيرنا المكان وغيرنا المبنى وحطينا سيستمز او انظمة عمل جديدة واحنا لسه برضو عاوزين نشتغل على قديمه لسه عاوزين برضو نشتغل على فوت علينا بكرة يا فندم فوت علينا بكرة يا فندي فوت علينا بكرة يا استاذ فوت علينا بكرة يا محترم لا احنا مش عاوزين فوت علينا بكرة وبالمناسبة نظام العمل الجديد والأنظمة الجديدة اللي هتشتغل بيها الحكومة مش هتسمح ببتاعة فوت علينا بكرة حضرت خالص هو نظام العمل هيجبر من يعمل أخويا وصديقي العزيز الموظف المحترم سوف يجبر بالنظام الجديد وبالطريقة الجديدة بالسيستم اللي بيتعمل إن ما فيهاش فوت علينا بكرة هي فيه تواريخ محددة أنت طلبك ده بياخد زي تايم لايم بياخد خط زمني كده بيخلص في اليوم الفلاني في التاريخ العلاني يعني مثلا أقول لها والله ده هيخلص يوم 29 أغسطس يبقى هيخلص 29 أغسطس لأنه لو مخلصش 29 أغسطس هتتحاسب الموظف يتحاسب على طول لأنه مخلصش ليه مش الورق مستوفى والملف كامل خلاص يبقى هتتحاسب هتتحاسب يا حينو طيب أنت عايز تتحاسب ليه ما نقوم بالشغل في الفورتي فورتي ليه يبقى معدل انتاجيتنا منخفض لما كل حاجة حوالينا بتتشكل علشان تتأهل إلى أنها تساعدك ونطلع كلنا مش هقولك لقدام ده احنا نطير لفوق نطير لما تيجي تقعد تقرأ تقارير اقتصادية أو تحليل اقتصادي في أكتر من جهة دولية كبيرة معتبرة ممكن نقعد أسردلك في قوائم هتلاقي أن كله بيتكلم على أنه مصر دي في 22 بإذن الله لو سنة عشرين واثنين وعشرين احنا موقع متقدم جدا 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 وسط الاقتصاديات الدولية حلو؟ مش بس كده وبالتالي ما انت بقى اقتصادك قوي وداخلك قوي حلو؟ الظهير الداخلي ده وبالتالي قدرتك وحيويتك السياسية برضو موقع متقدم تيجي تقولي متقدم دي يعني ان احنا هنطلع لقدام هقولك لا مش معانا ان احنا هنتقدم في مراكزنا الاقتصادية وبس ولا في قوتنا السياسية وبس لا انت هتبقى واحد من الطاب 20 في العالم طاب 20 اللي هو العشرين الكبار بتوع العالم العشرين الكبار دي حاجة مش سهلة بل انا اظن اظن يعني ان انت هتبقى واحد من ضمن السبعة الكبار بعض التقارير سيبك من ظن يوسف بعض التقارير بتشير الى ده ان انت واحد هتبقى من اكبر سبعة قوة اقتصادية على مستوى العالم في قريب العاجل وانه ثمار كل ما حدث في سبع السنين الماضية زي ادي السنة دي كده يبقوا تمانية فانت هتبقى في عشرين اتنين وعشرين واحد من اقوى القوة الاقتصادية اللي تبقى موجودة على هذا الكوكب علشان نعرف بقى نكمل كده ونفضل وفي يوم من عارف مش انك تبقى واحد من ضمن الخمسة او واحد من ضمن الاربعة طيب عشان تبقى كده لازم انت تتغير وانا تغير مش انت بس كلنا نتغير يعني انتاجية هنا بنتكلم على الكم وكفاءة يبقى احنا بنتكلم على الكيف اللي هنشتغله لازم نشتغله صح ومظبوط وبسرعة طيب النهاردة بيوجه فخامة الرئيس السيسي بانه يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان حلو لو مجلس الشيوخ ومجلس النواب فتتكامل رموز السلطة الرئيسية في مصر في نطاق جغرافي واحد ترسيخا لإيه اللي كنا لسه بنقوله اركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها مكوناتها بو اصلا مدينة العدالة قانون البرلمان بغرفته تشريع فيبقوا لازم كلهم في نفس المحيط خلال اجتماع مع وزير العدل سيد المستشار عمر مروان وجه فخامة الرئيس السيسي بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع ومضاعفة اعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات تيجي بالطريقة دي تتكامل بقى كل الجهود بتاعت حياة كريمة موهن النهاردة في حياة كريمة قاعد عمال بطور في الريف المصري يعني بطور لستين في المية من المجتمع المصري يبقى لازم اساعد الستين في المية دول ان هم يبقى عندهم خدمة توثيق سريعة ومتميزة عشان اقدر ابقى ماشي جوه جدوالي الزمني علشان مع انتهاء الستة وتلاتين شهر انتهاء التلات سنين اللي قال عليهم الرئيس تبقى كل حاجة تمام التمام افضل عيد وزيد لسيادتك حضرتك عزيز المواطن عزيزاتي المواطنة كل اللي بيحصل ده جهد كبير جدا من الرئيس من الحكومة من كل من يعمل فيه هذا المشروع العظيم والرائع هيفضل حاجة مهمة المواطن اللي عايش الدولة تبطن الترعة انت تحافظ على اللي حصل الدولة هترصف الطرق انت تحافظ على اللي حصل الدولة هتبني البيوت وهتدخل الصرف والمية والكهرباء والانترنت وكل الكلام اللطيف ده حلو وانت تحافظ على اللي بيحصل ما تبوزوش ما تهملوش ما تدمروش ما تخلفش تاني البيت تبنى على المساحة دي ما نروحش بقى نعك الدنيا وقرر اروح بني ليه بس ايه قوضة كده على جنبه اصلا عشان خطر مش عارف ايه اروح معالي دور كده اصلا عشان خطر مش عارف ايه ابوز الصرف ادمر الترعة اسرق الكهرباء ما احنا ينحافظ على حاجتنا ينبوز حاجتنا اختار طيب تنفيذا ايضا لتوجيهات فخامة الرئيس حياة كريمة بتتكفل بمصاريف الطالبة مين نادا حربي نادا بنت اسوان حاصلة على المركز الاول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس السنوية الفنية التجارية معانا على التليفون نادا حشوين صورتها يمنورانا على الشاشة نادا حربي حسن محمد الاولى على الدبلومات الفنية اهلا بيك يا نادا اعلم بيك اشف ازايك عاملة ايه اولا مبروك على التفاوق على المركز المتقدم ده طلع الاولى يا بختك اهلا بارك فيك عارف يا نادا ده كان نفسي اطلع الاول في اي حاجة عمري ما طلعت الاول والله دايما كده ما كنتش اطلع الاول كنت واتشائي حبتين وليه يا نادا اولا انتي دلوقتي عارفة انه الرئيس وجه بانه يعني حضرتك هتاخدي منحة للمصروفات بتاعة الدراسة بتاعتك ايه حلو انتي بقى ناوية تكمل الدراسة في الايه مش عارفة والله ورشة مش سنى التنسيق وكده هتستني التنسيق بس انتي طلعة الاولى صح كده يعني لقى عشان بس اعرف الكلات المتاحة للقسم بتاعي انتي قسم ايه يا نادا قسم سكرتاريا طبية قسم ايه معلش سكرتاريا طبية سكرتاريا طبية طب انتي في دماغك عايزة تخشي ايه انا في دماغي يعني لو هكمل حابة انا كامل معك فاني صح يعني وبعد كده هكمل من بعدك وليه التمريد باذن الله باذن الله انتي ادهوا ادود وعارف انك برضو هتطلعي من الاوائل وانكم تطلعي الاولى تاني ان شاء الله باذن الله وليلي بقى لما بلغوك بانه يعني انتي نجاحك وتفوقك لفت نظر الرئيس وقال انه يتم تكليف على طول انه حضرتك تخدي المنحة بتاعتك كان ايه شعورك بقى لما عرفتي الخبر ده والاول والله العظيم انا فرحانا جدا بس اقف والاول ما صدكتش الخبر وكده لما بلغولي يعني اني انا انوصل صوتي لسد رئيس عبد الفتاح السيسي شكر جزيلا لي وشكرا لما بدأ مبادرة حياة كريمة جمع صراحة وتواصلوا معي وبلغوان خبره كده وفرحة عائلتي وجيرها علينا وجرائي بكل مباركولي وكده الحمد لله الحمد لله انتي من فين بقى في اسوان قليلي انا من مركز بيت فوح حضر الميتة مية احسن ناس يا نادا سلملنا على كل الناس عندك والف مبروك وربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح وتفوق الى تفوق باذن الله يا نادا ربنا يوفقك شكرا لك شكرا جدا نادا حربي حسن محمد الاولى على الدبلومات الفنية نمعنا ايضا على التليفون معنا على التليفون مين مش احنا معنا الاستاذ محمد صلاح صح معنا استاذ محمد صلاح منسق عام حياة كريمة في اسوان ازاك يا استاذ محمد ازاي الحال اهلا اهلا انت عندك كم سنة انا عندي اتنين وثلاثة انسان ما شاء الله وانت المنسق العام لحياة كريمة في اسوان بالكامل تمام يا خب يا اخي الواحد بقى فرحان جدا عمالين يشوف ناس انها صغير كده وفي الشباب وفي مطلع سن الرجولة زي ما بيتقال ومنسقين عن محافظات كلمني اكتر على اللي حصل في اسوان ومسألة التكفل بمصاريف الدراسة بتاعتنا ده بإذن الله تمام يا فاندرم طبعا اسوان من المحافظات اللي حظيت بنصيب كبير جدا من مبادرة رئاسية لتطوير الريف المصري وفيها ثلاث مراكز داخلي معانا منهم مركز ادفو وكمومبو ونصر النوبة فعدد من المشروعات سواء كان صرف صحي كهرباء مية طرق وخلاق وعدد من المشروعات الاخرى كان طبعا الاهتمام مش بس ببناء البنيان لكن كان حياة كريمة بتسعى دايما لبناء الانسان وجدت توجهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتتكفل بالطالبة بنتنا نادة حربي ودعمها في اطار دعم المؤسسة للموهوبين والمتفوقين علميا وده مش جديد يعني احنا يمكن تم الموضوع من قبل وبيتم وهيتم مستقبلة ان شاء الله والدعم ده هيكون سواء كان في المرحلة التعليمية الخاصة بنتا حتى انتهاءها من كل المراحل التعليمية المستقبلية ان شاء الله وبرضو في دعم هيكون موجه لها بيلحقها بوظيفة مناثة لها بناء على طلبها باذن الله طيب هل الوظيفة دي تم الحصول عليها او التوافق عليها بمعنى ادق؟ يعني بقينا عارفين هي هتروح تشتغل فين؟ لا افندم هو النهاردة كان فيه سريق من المؤسسة بيزورها في بيتها وبيقدم لها التهاني وبيدعمها وتم الطلب من خلالها ومن خلال الاسرة بالوظيفة والمؤسسة حاليا بتسعى لإيجاد فرصة تناسلها طيب ده كويس خالص مش هينفع بقى افوت انك معاي على التليفون وعايز اطمن على زي ما يقولك كده سير العمل في حياة كريمة عندك في اسوار سير العمل بيتم بمعدلات تنفيذ كبيرة جدا احنا بدأنا في مشروعات الصرف الصحي اسوان فيها 31 قرية ام بما يمثل 100 قرية وي 315 تجمع ريفي الصرف الصحي هيغطي كل قرى المحافظة فيه 3 مراكز مركز ادفو مركز كومومبو مركز نصر النوبة تم البدء في مجمع الخدمات هيكون فيه عندنا 30 مجمع خدمي في 3 مراكز بجانب ان تم طرح مجمعات الزراعية هيتم البدء فيها قريبا جدا وتم اختيار مواقع لمجمعات سكنية 12 موقع لمجمعات سكنية في مركز ادفو مركز كومومبو مركز مصر النوبة حاليا بدأ طرح شركات المشروعات مياه الشرب ومشروعات الكهرباء معدلات تنفيذ وصلت في بعض المشروعات لما يقارب 50% وديم معدلات تنفيذ عالية جدا فيه من توقيت البدء من اشهر قليلة بتشهدها المحافظة ما شاء الله ربنا يوفقكو وتحياتنا ديك يا محمد وتحياتنا طبعا بالتأكيد لكل اهالي اسوان شدوا حلكوا في حياة كريمة مصر كلها لا مصر مين الدنيا كلها زي ما انت اكيد عارف اكتر مني بص عليكم في حياة كريمة الناس كلها بتتكلم وبتقول ده اكبر مشروع بيتعمل من هذا النوع وما حصلش في تاريخ العالم الحديث الحقيقة فاحنا كلنا قاعدين اهو بنقول يعني منصقين ادهوا ادود شكرا لحضر عليكم وده حق اهالينا علينا كلنا وهنسع دايما لاتساعدهم بإذن الله بإذن الله شكرا جدا 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 أستاذ محمد صلاح قرتي منصق عام حياة كريمة في اسوان طيب خلونا نروح لحدوتها تانية وخبر تاني محمود السيد عبدالله شاب عنده خمسة وعشرين سنة من اده اهلية محمود شارك في مسابقة دولية في حفظ القرآن الكريم حلو كده طيب أكتر من مسابقة أخيرهم كانت مسابقة في محافظة برسعيد وحصل محمود ما شاء الله عليه ربنا يفتح عليه على المركز الأول على مستوى العالم وده من ضمن مشاركة من أكتر من خمسين دولة خلونا نشوف التقرير الخاص بمحمود وبهذه المسابقة ولو محمود بيتفرج ادعي لنا بقى عم محمود تقرير ونكمل الكلام مع حضرتكم الفقير إلى الله محمود السيد عبدالله نشأت في بيئة قرآنية في قرية كفرة ناح مركز المنصورة بمحافظة الدقالية كان الوالد والوالدة يحرصان على حفظ القرآن منذ الصغر أهم شيء في حياتهم هو اهتمامهم بالقرآن الكريم ذهبوا بي أنا والشيخ عبدالله أخير الأصغر إلى الكتاب القرية عند الشيخ عبدالكريم حسن أبو الوفا وعند الشيخ سامح عبدالحق حسن وعند الشيخ سيد حامد محمد سالم دول مشايخنا اللي حفظونا القرآن وعلمونا التجويد والحمد لله يعني حفظنا القرآن الكريم في سن مبكر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور في دراستي أخدت لحد دبلوم تجارة وتوقفت عن التعليم بإرادتي يعني الحمد لله لإكمال مسيرتي في القرآن الكريم وتلوة القرآن الكريم وبدأت من ثلث إعدادي كان هنا في البلد هنا عزة عمي وحضر فيه شيخ محمود الشحات أنور كان هو قارئ العزاء فانبهرت جدا بأداءه وبصوته فحبيت إن أنا هأكون زيه كل استصعب الأمر في الأول ولكن أنا يعني بفضل من ربنا عليه أنا كنت مصر جدا على الأمر ده لإن شفت صعوبات قبل كده هي اللي خلتني أصر أصلا على الطريق ده وبعدين أنا كنت داخل للطريق ده ليس للماديات ولا للكلام ده أنا كنت داخل حبا في القرآن وحبا في المجال وأنا حابب كده وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا بقيت أنزل ليها تلوات مثلا على اليوتيوب أو على الفيس أو كلام من ده فبدأت تجي لي دعوات من المحافظات تانية وأنا يعني يتصل بي واحد مثلا من الناس يا شيخ محمود أنا في محافظة المنوفية يا شيخ في البحيرة يا شيخ في المحافظة الفلانية الناس دي عرفتني إزاي فالحمد لله كان فضل ربنا كبير علي بعد كده في 2017 كانت مسابقة المغرب الدولية اتصل بي المرحوم الشيخ سعر فتح الباب علي رحمة الله وقال لي يا شيخ محمود في مسابقة للمغرب تقدم فيها قلت له تمام نقدم فقدمت والحمد لله ربنا أكرمني إن أخدت أول على الدقالية وأكرمني في المسابقة على المستوى الجمهوري أخدت أول جمهورية وأكرمني الحمد لله لما رحت هناك الحمد لله أخدت مركز متقدم جدا في مسابقة المغرب فكان وزير الأوقاف هناك قالوهم لازم نكرم الشيخ محمود بأنه يجي هنا في الدروس الحسنية اللي بيحضرها جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب ومن ضمن طبعا سفريات ناو كده سفرت لباكستان لحياء حفلات قرآنية هناك والبنجرديش وآخر المسابقات وليس آخرها إن شاء الله كانت مسابقة برسعير الدولية التي تقام على أرض برسعير الباسلة المسابقة دي أنا أخدت فيها أول جمهورية والحمد لله صفينا على مستوى العالم كان موجود معانا ما يقرب من خمسين دولة صفينا والحمد لله أقدت مركز أول على مستوى العالم فضل الله أمنياتي فأتمنى على الله أولا أن يجعل عملنا هذا خالصا للوجه الكريم دي أول حاجة تاني حاجة أني ربنا يكرمني ويكون قارئ في الإزعاء والتلفزيون إن شاء الله ويكون لي بصمة ولون يعني اللي يسمعني حتى لو ما شفنيش تمام يقول ده محمود السيد عبد الله يعرفني من صوتي يكون صوتي بالقرآن وصل على مستوى العالم وربنا يجعلنا يعني إيه يجعل الصوت ده هداية للناس كلها إن شاء الله ويا رب يكرمنا جميعا ببركة القرآن كريم اللهم أمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى مش احنا كنا بنتكلم يا جماعة الأول اللي أهلم بيكم معنا مرة تانية مش احنا كنا بنتكلم في أول الحلقة على مسألة التطور الاقتصادي والهيكلة الاقتصادية اللي بتتعمل في مصر وقلنا إزاي العالم كله بيشوف إنه مصر بإذن الله سبحانه وتعالى مستقبلها الاقتصادي فعلا مستقبل مبهر وإنها بإذن الله هتتصدر يعني الاقتصاديات أو بالأصحة هيب فعلا ده اللي حصل تصدرت اقتصاديات المنطقة من أس الاستقرار ومعدلات المنمو وإنه التوقعات العالمية كلها إنه مصر هتبقى من أقوى اقتصاديات العالم خلال السنوات القادمة وإنه في عشرين اتنين وعشرين يبان القدرات أو تبانى القدرات الاقتصادية شديدة القوة بإذن الله لمصر نهاردة الرئيس صدق على تعديلات القانون رقم 141 هتجي تقول لي قم 141 ده يا عم ده بتاع قانون عقوباته هقولك بص لازم تبقى فاهم إنه الاقتصاد غير منفصل على الإطلاق عن البنية العدلية يعني إيه البنية العدلية يعني أي مستثمر سواء إذا كان المستثمر ده مستثمر الدولة حكومة ما بتاع الدولة كذا عاوزة تستثمر في مصر ده بنسميه استثمار مباشر الاستثمار الأجنب المباشر أو إنه يبقى فيه الاستثمارات بتاعة الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسية وما يلزلت لي تستثمر هنا هنا أو في حتة تانية المستثمرين دول سواء إذا كانوا دول أو مؤسسات أو حتى أفراد علشان ييجي يحط فلوسه في البلد بيبص على بنيتها العدلية يعني يبص على منظومة القوانين اللي فيها يبص على إجراءات التقادي اللي فيها يبص على السوابق القانونية اللي فيها يبص على مثلا المحكمة الاقتصادية اللي فيها لما يتطمن يبدأ يحط فلوسه هتيت قولي برضو أوكي يعني حاجات متعلقة بقوانين الاستثمار والقوانين الاقتصادية والمحاكة أقولك لأ وبما فيها قوانين العقوبات ليه؟ القانون في بنيته بشكل عام وشامل لا ينفصل ولا يتجزأ فالقانون 141 ده اللي هو تعديل على قانون العقوبات ده متعلق بالتحرش الدول لما تيجي تشوف الدول اللي بره لما تيجي تشوف إن مصر عندها توجه شديد الوضوح والحزم لمكافحة حاجة مثلا زي التحرش يبدأ يصق فيه إنه دي دولة عندها بنية قانونية وعدلية وحزم لتطبيق القانون وبالتالي ما يطبق فيه قانون العقوبات هيطبق فيه قانون إجراءات هيطبق فيه قانون مرافعات هيطبق فيه قانون المحاكم الاقتصادية طالما الدولة عندها توجه لتطبيق القانون فاللي بيحصل في مصر خلال السنين اللي فاتوا كان هو ده طيب تعالي بقى نشوف إحنا كنا نقشنا حاجات من هذا القانون عن طريق بعض من نوابنا الأفاضل داخل مجلس النواب على تعديلات قانون التحرش بقى فيه عندنا إيه بقى تعالي نشوف الرئيس صدق على إيه مضى على إيه الحبس أربع سنين كحد أقصى وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه فأني حالة إذا كان الجاني له سلطة على المجني عليه وقد يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات حلو؟ يعني إيه له سلطة؟ يعني مدير وموظف حلو؟ طيب حصول الجاني المتحرش ده من المجني عليه لا أنا بقى ثلاث حاجة من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لا تقل عن خمس سنوات طيب تعالي هنا نحاول نفهم من أستاذة دينا الجندي وهي عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة طبيعة هذه العقوبات وشيء من الشرح زي حضرتك يا فنم؟ زي حضرتك يوسف بي الحضيري مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك وعلي كل من بالستوديو دايماً يا فندم بنسعد بحضرتك لما بتكوني معنا في الستوديو ونسعد برضو بالمكالمات التليفونية يا ربي خليك مرتي أنا لأسعد أنا لأسعد عايزين يا فندم نفهم طبيعة التشديدات أو التعديلات اللي حصلت في قانون التحرش واللي تم المصادقة عليها من فخامة الرئيس النهاردة أيها هو الحقيقة يعني أنا كمرأة الحقيقة أنا بشكر سيادة الرئيس عبد فتاح السيفي لتصديقه على ومسقطه على هذا القانون لأن المرأة المصرية خط أحمر والمرأة المصرية ليها قيمتها ووضعها واحترامها منذ الخليقة والأديان بتحص على هذا فطبعاً إحنا كنا منتظرين هذا التشديد وتغليز العقوبة لكل متحرش بأي امرأة أي مكان وأي مكانت ليه سلطة حسب ما تقال في المادة اللي في القانون اللي ليه سلطة على أي حد فالحقيقة إحنا يعني بنفخر بهذا القانون وبنفخر بسيادة الرئيس أنه يعني وافق على هذا القانون طيب أستاذ دينة النهاردة ما نيجي نشوف القانون بتعديلاته دي أظن هما فيه ثلاث تعديلات على المادة 141 فيها أربع سنين وفيها سبع سنين وخمس سنين وعشر سنين على حسب نوع الجرم والحصول على شيء ما على حسب طبيعة المتحرش إن كان له سلطة زي حد مدير حد إلى آخره إلى أي مدى ده يطمئن المرأة في مصر وإلى أي مدى يجعل العالم المجتمع الدولي ينظر إلى البنية العدلية ومنظومة القوانين المصرية في هذه الحالة ينظر إيه نظرة إيجابية يعني بالضبط هي نظرة إيجابية لأن طبعا هي المرأة مستفيدة من هذا القانون ومن تغليد العقوبة لأن فيه سيدات كثيرات جدا بيتعرضوا للتحرش من رؤسائهم في شغلهم أو من مدرسينهم في بعض المدارس من بعض طبعا عشان برضو من عمينش عشان بتبقى فيه حالات شذة بيبقى فيه فتيات في مواقع معينة أو في جماعتهم في مدارسهم ماشيين في الشارع في أي مكان في مجتمع معين طبعا كانوا بيعانوا من هذا التحرش ومن بعض التصرفات اللي بالأيدي أو بالألفاظ أو بكلام خارج وهكذا يعني فطبعا يعني تغليد العقوبة لغرامة مئة ألف جنيه أو مش أقل من خمس سنوات أو سبعة سنوات ده بيندرك أو بيبقى حسب الجرم أو قيمة الجرم يعني واحد على حجم الجريمة بالضبط على حجم الجريمة بالضبط كده فطبعا ده كويس جدا جدا لأنه هيبقى رادع وبقوة رادع وبقوة لكل متحرش لكل من تسول له نفسه أنه يتحرش بامرأة سواء في عمل أو سواء في أي حتة أو على السوشيال ميديا لأنه احنا برضو يعني بنسمع أن فيه فتيات وسيدات فيه ناس بيسوموهم أو بيتحرشوا بيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وده برضو جرم بشع يعني طبعا ما فيش خلافة أنا مشكورك جدا أستاذ دينا الجندي عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القوم المرأة فيه تعليق على التصديق من فخامة رئيس الجمهورية على هذا القانون خلونا نروح أنه الأول مرة في مصر والشرق الأوسط تصنيع غزول خضراء وذهبية من القطن الملون إيه القطن الملون ده؟ يعني القطن ده بيتزرع ينبت قطن ملون؟ آه إزاي أنا مغرفش لكن واضح أنه دي تجربة جديدة قامت بيها وزارة الزراعة للحفاظ على البيئة وبالتالي أظن أنه بالطريقة دي بيقل استخدامنا للألوان الصناعية والأصباغ إلى آخر وخلونا نفهم أكتر من دكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا فندم وزي الصحة أهلا بحضرتك يا فندم والله يا دكتور أنا يعني مستغرب هو في حاجة بجد اسمها القطن الملون يعني نزرعه في الأرض يطلع قطن ملون؟ آه طبعا موجود اشرح لنا بقى يا دكتور يعني طبعا عملية إنتاج الأكتان الملونة بأحد النقاط البحثية اللي موجودة في معهد بص القطن واحنا استحجفناها حديثا يعني لما لها من أهمية ااا اا اا اقصادية وبقى عليها طلب علمي أنا بس عايز أقول أنه يمكن اللون الأبيض إن القطن فيه أصله الكتب بتقول كده أنه كان ملون آه ثم بعد كده ظهرت طفرة اللون الأبيض ولكنها لأنها بتعتبر آآ آآ طفرة مرغوبة آآ فبقى أنها تغطي آآ كل أنحاء العالم لأن طبعا اللون الأبيض بيبقى سهل إن إحنا إيه نتعامل معا باللون اللي إحنا عايزينه وبالتالي نقدر نستفيد منه إذا آآ أما الأقطان الملونة هي تحتاج إلى عملية طبيعي لو أنا هستخدمها على نطاق تجار الدير علشان إيه قدر أسبوها بالألوان المميزة اللي أنا عايز طبعا في الفترة الأخيرة طبعا العالم بتتغير والحاجة إلى إن إحنا نعود إلى الطبيعة مرة أخرى فبدأ يبقى فيه نوع من الطلب على حاجة اسمهاي الأقطان الملونة آآ الأقطان الملونة دي فيها درجات مختلفة من اللون يعني أنت ممكن تلاقي لون أخضر ممكن تلاقي لون بني غامق ممكن تلاقي لون نفاتح وفي بعض الأحيان ممكن يبقى لون اللي عندك أحمر على سبيل المثال فطبعا حدرك عارف دايما أن الزوء العالمي بيختلف تبقى فيه حتى نقول الموضة كده إن أنا لأ والله إيه المانع يعني أنا ألبس قطن بدون مصبوط لما له أولا من أعمية قطادية بدون عملية صبغة والبعض الناس الثانية ممكن تحب إنها طبعا عندها ظروف صحية معينة ما بتحبش تلبس ألوان معاملة بالمواد الكيموية فيقولك أنا ألبس يعني قط ملون بدون ما أعمل له عملية صبغة طيب عندي تيشيرت ملون بطبيعته فانطلون ملون بطبيعته بتبقى درجة من درجات المعينة فإحنا طبعا الحمد لله داخل ما هتفصل قط بقى أننا فترة زمنية كانت شغالين على مثل هذا الأمر لحد ما قدرنا نضع إيدينا على مجموعة من التركيب الوراثية المميزة لأن القطن الملون في طبيعته بيبقى أقل جودة من الأقطان البيضاء العالم كله طبعا أم كان أشهر الدول اللي شغالة في مثل هذا الأمر هي الصين والهنج وبدأ يبقى طلب على مثل هذا النوع فقالنا لا مصر طبعا من الدول العريقة في إنتاج الأطر فلما لا أننا ننتج أصناف ملونة ونغضي العالم بمثل هذا النوع وأننا عندنا القدر أن ننتج أصناف ملونة بالمصافات جودة عالية فبالشغل الحمد لله قدرنا نضع إيدينا على مجموعة من التركيب الوراثية وعندنا درجات بني غامق أو بني فاكح وعندنا أخضر فنقدر نهاردة نسبوعه ونطلع منه خيوط ملونة بطبيعتها فندخلها في الصناعة ونبدأ أن تيشيرت يكون أخضر بدون صباغة بانطلون بني بدون صباغة نقدر نصد درجة لبعض الدول العالم اللي بترغب في مثل هذا النوع من التكنولوجيا أو من الصناعة وبالتالي بأن وجود في العالم في مثل هذا الاتباه يعني إن شاء الله بإذن الله بإذن الله طب دكتور هشام يعني إحنا طبعا معلوماتنا كبني أدمين عاديين يعني ما إحناش دخلين في القصة دي إنه القطن المصري طويل التيلة الأبيض الدهب الأبيض اللي كنا بنسميه كده زمان حسنًا بعدين يبقى باش حال يسمعها دهب ويبيض تاني بقى إنه جودته كانت بتنصب إنه طويل التيلة ده علشان بيبقى بيخلق لي غزول ومن ثم منسوجات فيما بعد تبقى قوية متينة أكثر نعومة إلى آخره لكن لفت نظري نحاتك قلتلي للقطن الملون بطبيعته بيبقى أقل جودة من القطن الأبيض أقل جودة من حسن إيه بقى؟ لا يعني الأقطن الملونة في طبيعتها بتبقى نعمة جدا إلا إنها بيعبها إنها تبقى أقل في المتانة ما بيبقى شي قدرة إن إحنا ندخلها في عملية الغز وننتج منها خيوط لمتانة معينة العالم كله مثلا يعني أفضل نتيجة ووصلها في الأقطن الملونة إنها بينتج خطوط خيوط على عد مثلا عشرين لا الحمد لله في مواصر النهاردة إدرنا إن إحنا ننتج ألوان في عد بيوصل لإيه درجة اسمها أربعين فبالتالي نقدر نجزله ونقدر نطلع منه منسوبات لإن فيه أقطن في أنواع في العالم يقول لك إيه هذا القطن ما إقدرش ينتجه بطريقة إقتضية لإنه ما إقدرش يحول منه وينتج خيوط ففيه ألوان شعلا في القطن موجودة بس ما إقدرش يستفيد منها إقتضية يعني أنا الملون بتاعي أكثر متانة وجودة من الملون اللي موجود في حتة تانية من العالم آه يعني أفضل درجة ووصلولها في العالم كانت حاجة مع عد عشرين فبينتج منها خيوط إحنا وصلنا للأربعين إحنا معنا لأ أربعين يعني عد أربعين وده بتمحلنا نحن ننتج منه تي شيرت ننتج بعض المثل الأمصان البنطوليجين نقدر ننتجه وده نتيجة كانت إيجابية جدا وممتازة فطبعا يعني رغم أننا شغالين بأنا فترة في هذا الأمر لكن ما قدرناش نعلن عن النتائج اللي إحنا وصلنا لها إلا لما بقى تحت إينا حاجة فعلا نقدر نستفيد منها إقتضيا وقدرنا ندخلناها في حزول عايز أقول لحضرتك مثلا أن بعض الشركات بدأت تتصل علينا لإيه طبعا لما سمعوا أننا في أفطان ملونة بدأت في أفكار تطلع أننا ممكن نأخذ الأطن المصر الملونة جديدة ونعمل منه بعض الحاجات التي نطلقها قيمة ونعملها كهدايا للسياح مثلا تبقى في الأماكن السياحية حد حد تصل علينا ألا عايز أعمل بعض المنتجات التي أحطها في المتحف الكبير لما يتم افتتاحه نعملها عند الحرم ممكن نعملها في صورة فوض كده ونديها هدايا للسياح لأن الأطن المصري بيبقى لها ميزة نسبية وممكن نستفيد بالتسويق لأننا نقول أطن مصري ملونة ومواصفات فنقدر نبقى عندنا براند جديد نبدأ نشتغل عليه طبعا لا أبيلو حالك طبعا أنا معاك مية في المية والله يا دكتور يعني أولا أنا مش عارف أقولك إيه برافو والله ينور وتحياتنا على الإبداع والعقلية المصرية كما سبق وكنا نعهدها زمان بترجع لنا مرة تانية المصريين بس تدلهم الفرصة كده وهم ينطلقوا أنا مشكورك جدا لدكتور هشام كل الشوك ليك دكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن أنا عايز أخذ الكلام بتاع دكتور هشام ده واطلع بيه قدام بس سينا أنتوا عارفين طبعا أنه سمعة القطن المصري سمعة عالمية مما لا يدع أي مجال للشك خالص يعني ولما تيجي تخش محلات في أوروبا ولا في أمريكا بتلاقي فيها عندها كده سكشن جزء معين بيجي يكتب لك عليها pure Egyptian cotton بالاسم بتلاقي فيها ملايات وأكياس مخدات وفوط مصموعات قطنية مفروشات بمعنى أدق قطنية بعض كبريات المحلات بتاعة الملابس في العالم يجي يحط لك مثلا إيه تيشيرتات وأمصان هي مركات مش مصري عشان برضو بقى دقيق يعني لكن معمولة بالقطن المصري 100% في أفضل الأحوال بيبقى الغزل جاي من مصر وفي بعض الأحوال بتلاقي النسيج نفسه توب القماش اللي اتعامل منه القميس ده أو التيشيرت ده اتعامل في بعض المصانع المصري أنا إيه اللي بفكر فيه عشان كده كنت بقولي عاوز أخذ الفكرة ونطلع لقدام أنا مش عاوز يبقى مسألة القطن المصري الملون اللي هو معمول زي ما أنا فهمت كده من الدكتور اسمه حاجة عد 40 وإنه أدخل بلد في العالم عملته عد 20 لا ده أنا عاوز أتفق بقى مع شركات الملابس الرياضية الكبرى على مستوى العالم مع شركات تصنيع الملابس الكبيرة اللي في فرنسا واللي في إيطاليا الكبيرة اللي على مستوى العالم يا جماعة إحنا عندنا قطن مصري ملون طبيعي 100% واللي بيجيلكو من حتة تانية بيجيلكو عد 20 إحنا بنجيبلكو عد 40 هو ده اللي لازم يتعامل بقى أنا مش عاوز أروح جاي أصدر القطن زي ما هو إحنا في السبع سنين اللي فاتوا الدولة تعلمنا حاجة لطيفة خالص إحنا نقدر نعمل حاجة اسمها القيمة المضافة كل زمان ما بنعملش كده بالمناسبة هتجي تقولي يعني عما الدنيا كلها كنت شغالة كده أقولك الدنيا والله إحنا كنا بعيد عن الدنيا زمان ده بجد والله إحنا كنا بعيد أوي 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 يعني مهم؟ سيبنا لا بكاء على لبن المسكوب يبقى بنحط قيم مضافة أنا عندي القطن المصري أغزله وانسجه وصنع النسيج ده في هيئة ملابس ومفروشات إلى آخره وده اللي يتصدر عايز أعمل نفس القصة دي فيه يعني يا جماعة ده عندنا مكان جميل جدا اسمه الروبيكي اتعمل فيه كده مدينة للمنسوجات في الروبيكي وبنعمل إعادة إحياء لصناعة الغزل والنسيج في المحلة مصر عندها برنامج لإعادة إحياء صناعات الغزل والنسيج أكبر بكتير من اللي شاهدناه في 40 يمكن 50 سنة كمان فاتوا حلو؟ طيب تعالوا بقى نحط في دماغنا أنا والله أزم دالي في دماغي بجد بكلم بجد وهنا أنا أتحدث بقى مع مين؟ مع الجماعة المستثمرين الانساء اللي هتستثمر في مصالع غزل ونسيج والله أزم أنه لو رجل عندي فلوس أعمل كده والله العظيم بس أنا موظف يعني أنا لو عندي فلوس والله هي أعمل مصنع غزل ونسيج وأعمل مصنع لتصنيع الملابس وتبقى ماركة مصري ونكبرها ونروج لها عالميا وحاجات زي كده تبقى حاجة ما حصلتش في يوم من الأيام بس في هذا النطاق اللي احنا بنتكلم فيه آه لازم طبعا يبقى في عندي مصنع غزل ونسيج غزل ونسيج مش غزول بس للقطن المصري الملون ويطلع على أعلى مستوى ممكن عندما ننتهي من غزله ونسجه علشان نبدأ نصدر جزء من هذه المنسجات مش الغزول بره وصدرها المين زي ما كنت بقولكوا كده شركات الملابس الرياضية الكبيرة اللي في العالم مش هقدر بقى قولكوا أماركات أكتر من كده إيه الشركات بتاعة الملابس الكبيرة اللي في الدنيا كده بتوع فرنسا وبتوع إيطاليا اسألني سؤال القطنة ده هياخد ميا كتير لا مفيش حاجة اللي يومون دول بتاخد ميا كتير زيمة زميلي بيقول لا مفيش حاجة دلوقتي بتاخد ميا كتير لأنه دلوقتي كل أناط الزراعة في مصر بتتحول إلى نظم الريا الحديث هي نظم توفر في المياه هل بتأثر على إنتاجات المحصول اللي اكتشفنا برضو العلم بيقول إيه عارفين أنتوا كده الجملة بتاعة عدل الإمام الله يديله الصحة الدين بيقول إيه العلم بيقول إيه بيقول إن الميا الزيادة بتبوز المحصول وتقلل إنتاجياته الميا لما تخش بالمظبوط مش بالأقل ولا بالزيادة بالمظبوط تزود إنتاجية المحصول فإحنا عندنا وزم راية حديث بنشتغل بيها فهيبقى في عندي إن شاء الله محصول إنتاجياته حلوة كبيرة محترمة تاني إحنا هنغزل وننسج ونتفق مع شركات تاخد مننا المنسوجات وشركات تانية نصدر لها المنتج النهائي القميص اعمل القميص المصري سمع عالمية كان في محلات كده يعني فيهم محل معين في وسط البلد كان أبوي الله يرحمه دايما نروح يشتري منه مش هو قدر أقول اسمه لأنه محل كبير ومعروف يعني بيصنع أمصان بعد كده بقى بيعمل بدل بس هو بيصنع أمصان فهو ما كانش يشتري أمصانه غير من عند فلان الفلاني ده محل مشهور خالص بالزبط كده أزيم هو ده المراجل معروف ده عيلة يعني بيتورسوا هذي أحسن أمصان أقدر أقولك والله بدون أي مبلغة تنافس أدخن وأغلى قميص في الدنيا أدخن وأغلى قميص في الدنيا هو كلمة واحدة اسم البحر مش هقدر أقول أكتر من كده مش هفصر تصدق أنا بفكر نستضيف الناس دول والله ما بأذر نفسي أشوف الحاجات دي كبيرة عالمية نفسي أمل حياتي هتصدفهم يا يونس طيب خدوا موافقة من أستاذ حزم زك يا أستاذ حزم المهم خلونا نروح بقى على حدوتة تانية لأن أنا الحكام بتاعت الصناعة والاستثمار دي بتشغلني يا جدا أنا لو مليونير كنت تتفرجوا علي أنا كنت عملت عمايل الله بس متخيلين عقلية مزهلة بس ما فيش فلوس في نيتو لا موزيكا على رغم خلصة المزيكا المهم خلينا نروح لشيكو بس مش شيكو فننا الكوميدي المزهل شيكو هي بنت بتشتغل بلياتشو شيكو هي أول بلياتشو بنت في مصر قررت شيكو إنها ترسم أو بالأصح تبقى جزء من بواعس وصناع السعادة للأطفال في مصر قررت ميرفت عبد الملاك إنها يبقى اسمها شيكو شيكو البلياتشو تروح للولاد في الشوارع ودور الأيتام والمستشفيات تروح كل مكان تدحكهم تبهجهم تبقى واحدة من صناع السعادة والبهجة بكام الكلام ده السعادة والبهجة طبعا لا تقدر بأي من وشيكو بالمناسبة بتعمل ده بدون أي مقابل وتقدم النصايح للأطفال من خلال اللعب والسكتشات والدحك والهزار بس ستعلمهم إزاي يحموا نفسهم من التحرش مثلا وبطريقة حلوة ولطيفة ومهزبة وزكية وتمتلق بالبهجة والسعادة تفرجوا على التقرير ده شيكو بنت جميلة مصرية ونرجع نكمل الكلام اسمي ميرفت عبد الملاك أول فتاة مصرية شيكو أول كلوني في مصر كانت الفكرة في مرة لقيت طفل كده مامته بتكلمه بطريقة كده عمف شوية فأنا عايزة أوصل الطريقة دي بطريقة حاجة جديدة خارج عن الصندوق فكرة الأطفال يحبوها ما بقاش فيها عمف فيها ضحك فيها انبساط ممكن تكون فيه أطفال كتير محتاجة لفرحة والي ابتسامة وفي نفس الوقت بعمل السلوكيات للأطفال بوصل بقى المعلومة بتاعتي ورسلتي للأطفال بطريقة شيكو البلياتشو اللي بيدحك الأطفال اللي بيهرج مع الأطفال بيديه بلونة بيدحك مع الأطفال بصورة يعني أحلى بكتير من ان أنا أوصله العنف بتعامل مع الأطفال بالصفة عمكت ممكن يكون مرة أو مرتين أو تلاتة بحسب فيه مستشفات بتعامل معاهم مرة كل شهر بتعمل معاهم مرتين بنزل دار ايتام بنزل مؤسسات خيرية بنزل دار ايتام بنزل مستشفات بنزل كل أي حاجة محتاجها لأطفال بوصل الابتهاجة والابتسامة على وشهم وساعات وقت كورونا كمان طبعا ما كانش فيه متاح ان احنا ننزل و بتواصل على عبر السوشال ميديا الفيسبوك ممكن نعمل مرة كل اسبوع كنت بطلع مرة كل اسبوع اطلع عياد ميلاد شوف ممكن اعمل حاجات اعمال فنية وحكاية عن طريق الفيسبوك بتواصل مع الأطفال عن طريق الفيسبوك عشان وقت الكورونا ما كانش فيه حد يبي نزل الموضوع مؤثر طبعا فيه ايجابيات كتير فيه موقف مرة في مستشفى المستشفى روحت عبعمل كلاوني وبضحك معي ومبرج معي وغلص خلصنا بنغير ومشين ففيه طفل اسمه يوسف فدل يقول لنا عايش شيكو انا عايش شيكو فكان في العلاج ساب العلاج وفدل يدور على شيكو عشان ياخد البلونة ففرحتي جدا ان ده ساب يعني حاجة ايجابية وحاجة جميلة ان هو بيدور على شيكو عشان يديوله البلونة ويضحك معي ويغراج معي اهلا بيكم معانا مرة تانية احنا كنا بنقول يا جماعة في اول الحلقة بنقول اول حاجة انه زملائي الاعزاء في الكنترول يقفلوا التوكباك ده اول حاجة شكرا الحاجة التانية اقول لكم يعني عشان بابقى بسامع كل حاجة بتحصل في الكنترول هنا فبابقاش عارف اركز مع حضرتكم اه طيب اول حاجة بقى بجد في حاجة اسمها حياة كريمة اظن ان احنا بنتكلم عنها حلو طيب اردت ام لم تريد هو فعلا ده اكبر مشروع تنموي بهذا الحجم حصل يعني الناس في تواضعها بيقولك مثلا في مرحلة المعاصرة لا هو في العصر الحديث يعني لو احنا اعتبرنا من مصر حديث 1805 لحد النهاردة في حاجة اتعملت لتغيير حياة المصريين بالتحديد 60% من حياة المصري او لتغيير حياة 60% من المصريين لا مفيش حاجة اتعملت بالحجم ده طيب هل الحجم ده موجود في الدنيا الحقيقة لحد اللحظة دي لا مفيش هتيجي تقولي والله مثلا لا يا رجل ده كان فيه مشروع جنرال مارشل لاعادة اعمار المانيا بعد الحرب العالمية التانية اقولك انت عارف مين جنرال مارشل؟ طب عارف مين الممولين بتوع المشروع؟ ده بالمناسبة مش حاجة وحشة للالمية بس ده الدنيا قامت وانتفضت رأسا على عقب حتى يعاد بناء ألمانيا من أول وجديد حياة كريمة ده بقى فلوس وقدين المصريين هنتكلم على حياة كريمة ونتكلم على انت المواطن دورك ايه في حياة كريمة خلونا نرحب بضفطنا العزيزة دكتور وقام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية جامعة بورسعيد اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك ازاي الصح الحمد لله الموزيع افتك ويمكن يكون بيفتي في كلام فضل احنا فيه حاجة اتعاملت بحجم حياة كريمة قبل كده خليني اقولك ان التقارير العالمية سواء تقارير التنمية البشرية او التقارير التنموية للأم المتحدة بتعلقها على اهداف التنمية المستدامة 20-30 على مستوى الأم المتحدة اثبتت ان فيه اعقاب ازمة كورونا وما قبل ازمة كورونا حصل يعني هبوط شديد في المراحل التنموية وللأهداف التنموية وعدم تحقيق المستهدف من تنمية 20-30 على المستوى العالمي زي ما حضرتك قلت وتأكيدا لان حضرتك قلت حياة كريمة بمثابة احياء 20-30 على المستوى العالمي الحياة كريمة بمثابة نموذج تنموي ليس فقط لهدفه المباشر ولكن ليه اهداف اخرى غير مباشرة بتتحقق على ارض الواقع الآن زي ايه؟ زي ان احنا بنعمل سبوت على المشاركة المجتمعية بعمل سبوت على مشاركة المرأة المصرية ومش بقول المرأة المصرية المؤهلة او القادرة او الذات التمكين الاقتصادي لأ مرأة المصرية البسيطة في القرى بيعمل سبوت كمان على سياسات ابتكارية الدولة بتقوم بيها الدولة دون ادنى شك بتعمل حاجة من اخطر مما حضرتك تتخيل حاجة اسمها الابتكار المؤسسي نجحت فيه الصين ازاي نجحت فيه الصين الصين تقدمت اقتصادين واصبحت تنافس الان على الريادة العالمي طبعا مع امريكا طيب الحزب الشيوعي بتاعها انتهى لا طبعا لسه موجود طبعا قائم على ايه قائم على سيطرة الدولة الى جانب الاخذ بالاقتصاديات الحرة والرأس المالية الدولة هي المنظم والمراقب وخلي المجتمع يشارك فيه بناء الاقتصاد تعالى نمسك في النقطة دي حتة ان الدولة هي المشارك والمراقب العولمة النهاردة كنت بشرح عن العولمة في اكدامية نصر عسكرية كنت بقلوم العولمة بمثابة الفوضى الخلاقة العالمية تمام كان اهم دور للعولمة هو انهاء سيطرة الدولة على الدول تمام من عجل ان يكون عندنا عالم وحد تمام ودورها الطبيعي ودورها الطبيعي الصين لم تتخلى عن سيطرتها عن الدولة عشان كده كانت اول الدور بعيدا بقى عن مؤامرة هي السبب هي مش السبب لكن كانت على المستوى العالمي اول دولة قدرت تسيطر على ازمة كورونا ليه؟ لانها كانت مسيطرة على دولتها قدرت تقفل عليها هل الاقتصاديات الحرة هل الاعتماد المتبادل هل العولمة بكل صورها الرأس المالية قدرت تسيطر على ازمة كورونا للأسف طبعا انا كل اللي عارفيني عارفيني ان الكلام ده بالنسبة لي مزيكة اوكي انا اسف لا بالعكس مزيكة ده مش حسن من كده لا انا بعرض النظام الدولي ليه؟ عشان اقول لك مدى اهمية النموذج التنموي المصري نموذج التنموي المصري للرجل الشارع البسيط كل العالم يا استاذنا يا رجل الشارع البسيط بيعاني من ازمة كورونا اقتصاديا واجتماعيا وكل ما تتخيله من تأثيرات هل حد من الدول بيأخذ بأسباب التنمية او مشروعات التنموية زينا؟ انا بس ده سؤال انا بطرحه على اي رجل عاقل بسيط لا يفهم اي يعني مش ما بيفهمش ولكن يعني الحياة عنده بسيطة حل حد في ظل ازماته الاقتصادية مثلا واحد مديون وعنده حالات وفاة وعنده دربكة في اسرته ممكن يقول لأ ده انا هتدخر عشان اعمل مشروع لا لا بيوجه كله مدخراته لإيه لحل ازمته الاقتصادية استهلاك بالزبط احنا مش بنتدخر احنا بنتدخر في مشروعاتنا القومية العظيم بقى في حياة كريمة بيتدخر في الانسان المصري تمام مشروع مرشل حدارك كتب تقول علي مشروع ده استهدف البنية التحتية وبنية مرة اخرى ألمانيا هل استهدف الانسان لم يستهدف الانسان تمام استهدف ايه استهدف الطوب الحجر البناء الاقتصاد لا يوجد مشروع تنموي بيهتم ببناء الانسان مثل ما يحدث الآن في حياة كريمة اسمح لي بس يعني بتنويه بسيط احنا لما بنتكلم تلوقتي وفي حلقتنا النهاردة عن حياة كريمة احنا مش بنستعرض انجاز للدولة او بنقول برافو يا دولة انت عملتي كده لا احنا جايين النهاردة وهدفنا الرئيسي المستهدف هو رجل الشارع بكل فئاته الصغير الكبير الرجل المرأة احنا بنقول له تعالا خليك معانا تعالا ابدأ معانا ليه يبدأ معانا تمام عشان يحاول يلحق بركبة تمام يعني ايه بقى بالصورة المبسطة زي ما كان عندنا قناة السويس وفتحنا الاكتتاب والمصريين كلهم شاركوا فيه تمام صح بكل المبالغ انا بقول للموظف الصغير ابحث عن المشروعات في حياة كريمة ابحث عن المشروعات اللي بتقام في العاصمة الادارية ليك هيقولوا لي طب لا العاصمة الادارية دي بتاعت رجال الاعمال والمستثمرين والمشروعات القومية كبيرة لا يوجد هناك ما يمكن ان تتدخله في مشروعك هناك في البناء تخيل انك انت بتدي بالتأسيد الرئيس او هو بيفتتح المشروعات السكنية مشروع لكل مواطن قال نصا انا والدولة مسؤولين عن حياة كريمة المسؤول عن العاصمة الادارية بكل تمولاتها هي شركة العاصمة شركة العاصمة دي بتأسس للعاصمة فيها مشروعات كبيرة تمام دلوقتي عامل نظام تقسيط او دفعات مش بس كده ده الشركة هتنزل تبقى شركة مساهمة مصرية الله ينعر هيبقى فيه اسهم موجودة جوه البورصة ده بجد مش هزاريا انا واحد من الناس هنزل اشتري اسهم في دي ده استثمار مضمون بالزبط واجدع من البنو بالزبط ده اللي احنا جايين نقوله النهاردة جايين نشجع المواطن انه هو يشترك معانا في العملية التنموية طيب بالنسبة للناس اللي معترضة انه لا دي مش تنمية ده حاجة وهمية ولا يوجد حاجة على الارض والامر ده كله مكتوب له الفشل هم 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 هؤلاء اللي قالوا على قناة السويس مقال القناة السويس الجديدة اللي حققت اعلى عائدات في تاريخها واللي حققت عائدات اعلى في الكورونا مما سبقنا عن الكورونا كمان وحققت امن تنموي لجميع دول العالم انا بناشد كل مواطن مصري بسيط ابحث عن الاستثمار ليس في العاصمة الجديدة ولكن في جميع المشروعات القومية المصرية الشاب المرأة المجتمع المدني هؤلاء الفتقات ليهم دور في حياة كريمة طيب دورهم تطوعي طيب هاخد ايه من العمل التطوعي لا هاخد كتير هاخد ان انا عندي جهد سنين اشتغلته في مبادرات شبابية كتير في حركات شبابية كان هدفها الرئيسي هو الدولة تجبر يبقى فيه نظام سياسي مستقر ديمقراطي مشارك انت فين يا شاب دلوقتي بتاع كل الكلام ده طيب انا عندي سؤال فيه واحدة هيجي يقول لي بص يوسف انت عايز تشتري قاسهم ماشي عام انت معك إرشين زيادة هتحطهم قاسهم في شركة العاصمة هتحطهم في سندات السيادية هتحطهم في ماشي هيجي يقول لي الله انا راجل على قد الحال انا راجل مثلا معايا دبلوم تجارة معايا دبلوم فني صناعي الى اخره انا هعمل ايه عشان قبل صح هنقدر ازاي استثمر في اطار المشروع انتوا بتتكلموا عنه حياة كريمة يعني هو فيه مشروع ينفع للناس اللي قدي ينفع عنا وتلات اربعة صحابي او انا ولاد خلاني ولاد عمي نعمل مثلا ورشة صغيرة مصنع صغير نقدر نعمل مشروع طيب تيجي نتفق ان مشروع حياة كريمة استهدف ثلاث مراحل يعني انا بتكلم من مواطن البسيط من غير كلام كبير بيستهدف ثلاث مراحل مرحلة يعني مرحلة الاولى اللي هم الكرة او المناطق اللي فيها فقر فوق 70% والمرحلة التانية اللي هي بين 70 وال50 مرحلة التالتة اقل من 50 تعال نمسك في مرحلة الاولى مرحلة الاولى فوق 70 عارف استهدفنا الفئة دي ليه لان الفئة اقصر تطرفا الحياة الاقتصادية بتأثر عليها الضعيفة الفقراء بتأثر على عقول شبابها او المواطنين فيها فبيخضعوا لايه لأي تمولات لأي افكار متطرفة فبدأت ان انا نمي في المكان ده عايز اقولك ان حياة كريمة بتحول الفقراء الى مليك في مشروع على المستوى العالمي قدر يحقق هذا الامر علشان اجابه بقاء اولئة لازم اسأل ازاي هتحول الفقير لمالك اقولك بتحوله من خلال احنا دلوقتي تتمنى حضرتك كنت بتتلم سيد محمد صلاح من اسواق ومبروك لبنتنا في اسواق كنت بتقوله اخباركوا ايه في حياة كريمة قالك احنا في الصرف الصحي بنعمل كذا وبنرصف كذا وبنعمل كذا كل كلام ده اسمه للمواطن البسيط البنية التحتية صح البنية التحتية دي انا بعملها ليه عشان تعيش حياة كريمة ونضيفة طب وماذا بعد حياة كريمة بتوفر للأسر المحتاجة مجموعة من المشروعات الصغيرة الممولة من الدولة تمام والممولة من الدولة ممكن يكون عانيت وممكن تكون بنظام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كويس اول تمام هذه المشروعات الصغيرة انت هيقول لك روح خد الفلوس وعمل مشروعك وبس لا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قائم على الايدي لازم الاول يبقى في دراسة جدوى هي مش مهدرية تمام حال المواطن البسيط يعرف تريد اعمل دراسة جدوى تعالن ساعدك تعالن ساعدك تعالن مولك لو تعصرت أنا هوفر لك اللي يساعدك وياخدك إلى طريق الأمان طيب خلاص المشروع مش قدر تكمله هقفل لا هنساعدك بمعونة أخر دون أدنى استفادة من الدولة غير أن هي بتساعدك هذا الأمر بالمصطلحات العلمية اسمه الريادة المجتمعية بحاول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الربحية إلى أعمال تنموية خيرية قادي مشاركة الرجل البسيط في الاستثمار في حياة كريمة فأنا هنا بخلي المواطن بتاعي أولا منتج وبعدين آمن لأنه عايش في مكان سليم وآمن سواء إذا كان آمن جوه مسكنه وآمن في الشرع بتاعه عنده كل الخدمات مش بس الخدمات الأساسية لا كل الخدمات يعني حتى أنا فاكر كنا لما كنا في الاستثمار حتى إنترنت فائق السرعة موجود حلو خالص في ناس تجي تروح سألاني تقول لي طيب ما هو برضو كده الدولة استفادت ما هو ما فيش حد يعمل الحاجة ويطلقها كده أنا هنا هقول فاهمي وحتك صححيني البني آدم لما بيشتغل يصبح هو جزء من سلسلة إنتاج كبيرة وسلسلة استهلك أيضا فطول ما أنا دخلي فلوس أنا بشتري حاجات أو بأنفق في حاجات فبتمول غير يفضل طول الوقت في هذه الحلقة فيفضل طول الوقت المجتمع قاعد عمال بينمو اقتصاديا أنا قلت لحضرتك الكلمة إن احنا بنستهدف السبعين في المية من الفقراء ليه قلت لحضرتك الكلمة عشان أكثر فئة خاضعة للتطرف لغسل الأدماغة دي بالزبط أنا لما أكون عندي اكتفاء ذاتي في عملية هل ممكن أخضع لأي مغريات؟ لا خلاص حضرتك بتقول حياة كريمة بتشمل جميع النواحي هل تظن أن الدولة تترك هذا المجتمع من غير توعية؟ من غير ثقافة من غير اهتمام بالتعليم صحة احنا عندنا بنتنا حبيبتنا هي لما طلعت القولة عملنا إيه؟ على طول منحة وهنوفر لك شغل بالزبط بالزبط ده حياة كريمة حدتك بتقولي بقى على المستوى العالمي هل يعني احنا متجاوزين العالمية؟ اه متجاوزين العالمية لأن لا يوجد مشروع تنموي على المستوى العالمي يهدى يستهدف الإنسان بقى إنا سبعين سنة بنتكلم عن حقوق الإنسان من ساعة 1948 وإعلان حقوق الإنسان عملنا إيه بالإعلان ده؟ عملنا حاجة بسيطة جدا تدخلات دولية تمام؟ واتهمات أن أنتم مؤثرين في كذا وكذا وكذا وليجان حقوق الإنسان مصر تسطر الآن إلى إعلان حقوق الإنسان قائم على الأمن الإنساني الكلام كبير صح؟ طيب الأمن الإنساني اللي حضرتك قلت كله حياة كريمة، صحة، تعليم، شغل، ما فيش دولة بتوفر للمواطنين عندها شغل أو تقوله تعالى اشتغل وأنا هساعدك تعالى وأنا هوفر لك صحة تعالى وهوفر لك تعليم كثيرون الآن بيسمعونا؟ تمام؟ هيقولك كل الكلام ده إيه؟ إيه أنتم بتطبلوا ما تريد تتكلموا على الإيه أيوة بتطبلوا تمام؟ طيب بدل ما تقول بتطبلوا افتح وشوف هتساهم معنا بإيه مش بس كده ما تنزل تبص؟ يعني يا عم إحنا وحشين انزل بص خب بعضك انت وروح على العاصمة الإدارية وروح على العالمين وروح على المنصورة ولف في الصعيد وتمشى في الدلتة روح بص وصور بالموبايل بتاعك يعني حاجة من اتنين يا هتقتنع يا إما هتبقى مصر على رأيك مصر على رأيك بالرغم أن يعنيك شايفة وعقلك مستوعب تبقى أنت مفتري بقى عملك إيه تاني أنا مش عايزة يصور أنا عايزة يبحث عن شغل في هذه المناطق يبحث عن مشروع صغير طيب سؤالي الأخير دلوقتي دولة بتقرر أنها تعمل مشروع ضخم عملاق لتمكين البني أدمين من أنه هم يشتغلوا ويسكنوا ويتعالجوا ويتعلموا ويستسمروا ويتملكوا ويكبروا ده معناها أنه الدولة بتزقهم أنه يتحول من مواطن عادي إلى مواطن متعلم أو ممكن فمتعلم فمواطن واعي والمواطن الواعي لن يكف أبدا عن المطالبة بحقوقه كإنسان دمين الدولة اللي تعمل كده تبقى إزاي خايفة من حول إنسان ما هو برضو عشان الناس تبقى فهم القصة يعني إحنا ما عندناش قلق من ده إحنا بنزوق المواطن إلى إن وصل إلى أقصى وأعلى درجات الوعي ويطالب لو أنا مأثرت طالبني هقول لك كلمة واحدة لما حضرتك ابنك تفضل تديله مصروف كبير مصروف كبير مصروف كبير ويجي يقول لك أنا عايز أخش كلية عالية بفلوس كتير تمام وإنت في الوقت ده مثلا معكش معي كافي أن أنت ندخله كلية كبيرة ساعتها هتحس بإيه هتحس بالعجز تمام في حين أنك أنت مثلا من سنوي أو إعدادي أخدت ابنك ده وقلت له في الصيف هتنزل تشتغل معي هم أنت تعلمتو حاجة لا أمعلمتوش حاجة أنت تعلمتو التنمية بالمشارك تمام أصبح مشاركك أصبح لما يجيب مجموعة صغير وإحنا يعني مبروك للسنوية العامة كلها واجه داخل عايز يدخل كلية كبيرة مثلا بفلوسها كتير وإنت مش قادر تعمل هيشاركك ولا لأ هيشارك هيعرف قيمة التحديات اللي عندك ولا لأ هتلاقي تلقائيم بيدور على الحاجة المناسبة لك ومناسبة لرغبة فهنا عمليا ربيت عيل ولد أو بنت عيل محترمة وعندهم تنمية بالمشاركة بالمشاركة هو ده اللي احنا بنعمله في إعادة بناء الإنسان المصري دكتور رؤام مع كل ألم وأسف الفقرة صحيح خلصت يعني أول وقت كان دايق لكن ده لا يمنى أننا نحن لازم نتقابل مرات كتير خلال الفترات اللي جاية ونتكلم أكتر على حياة كريمة ونتكلم على حاجة ما بينقصين الناس محتاجة تفهمها حاجة اسمها اتحاد شباب الجمهورية الجديدة مهمة جدا أن احنا نتكلم عنه ده لأنه بيجي لنا عليه أسئلة كتير جدا إيه يا جماعة واتحاد الجمهورية الجديدة ويتعامل بيه ونشارك فيه إزاي إلخ 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 حواديث كتير لازم نقعد نتكلم عنها في هذا البرنام بغيرنا بشكورك جدا يا فاندر نورتينا وشرفتينا دكتور وقام عثمان أستاذ أو رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد مبسوط قوي 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 أناك بتتكلم على التجربة الصينية طبعا يا انتوا فاهمين دي واحد ماركسي عايزين منه أكتر ماركسي وانكمل دي مدرسة مختلفة يعني بس حلو حلو ماشي كويس خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام طيب بصوا تعالوا نقرح حاجة كده معاليش انا هلمسا من الضارة انتوا عارفين انا من غير نضارة حالتي وحش خالص أولا الكتاب هو شنطة صفر وحيدة عن رغبتنا اننا نكمل ونبدأ من جديد واخن بالك احنا هنا هبتتكلم بالعامية السؤال مش هو كم مرة قلبك ممكن ينكسر السؤال كم مرة هيتصلح ويرجع يشتغل تاني ده كتاب عن رغبتنا اننا نكمل وعن المشي كرحلة للداخل عن الرغبة اننا نبدأ من جديد لما الدنيا تأفل في وشنا وما يبقاش قدامنا غير طريق البدايات بدأت الكتابة في فترة تخبط بتنتهي فيها علاقات قديمة استمرت سنين وما بتبتديش علاقات جديدة في فترة رجعتني لسنواتي الاولى في القاهرة لما كنت وحيد بدون سكن ولا اصدقاء وكل حاجة كنت بمسكها كانت بتتحول لتراب في ايدي ها نهارا بيضع الجملة وكنت بعيش حالة من الفقدان والاحساس بالفشل لسه اثرها معايا لغاية النهاردة كنت عاوز احكي ولاقي حد يسمعني كنت عاوز ابص براية علشان الاقيني وكنت محتاج اقرب من نفسي قبل ما اقرب من حد تاني وجهت نظري وعلى ما يبدو انه اصداء او بعض من بقايا كلمة كلمة كل حاجة كنت بمسكها كانت بتتحول لتراب في ايدي لازلت بقية لدى ضفنا العزيز جدا الاستاذ حسام علوان وهقول لك ليه عندي هذا الاحساس بس بعد ما رحبه نورت مرسي يا عزيز ازاي الحال الحمد لله كله قويس هقول لك ليه جالي هذا الاحساس علشان لما خرجت اسلم على الاستاذ حسام برا وبعدين انا اكتشفت ان احنا كنا زملاء فيما مضى حدوتة هنبقى نحكيها بعدين لما هو يسمح بيها ده اولا فبقول له ده الكتاب ده هيبقى بتاعي صح قال لي اه قلت له بس انا هاخده بالاهداء قال لي وهتقرأه اللي هترميه فانا قلت له انا مبرميش كتاب يمكن استاذ حسام معرفيش قوي بس انا الكتاب عندي بالنسبة لي اهم من الالماظ كل الناس اللي عارفاني كويس عارفين الحكاية وماخدش كتاب غير لما اقرأه وقرأه في ليلتها بالمناسبة لو حطيت ايدي على الكتاب هيخلص النهار ده حلو الكتب اللي بقرأها دي اللي ممكن اللي باشتريها دي اللي ممكن تتركن شوية بس لو استلامت كتاب من ايد كاتبه لازم اقرأ في ليلتها فلما قال لي هل ترميه وبعدين جيت معاكو على الهوى وقريت الجملة كان بتتحول لطراب في ايدي هو لسه في عنده حاجة جواه من الايه ليه قلت كده وليه كنت شايف انه الحاجة في ايديك تتحول لطراب لا هي بتبقى فترات يعني انا دايما حياتي كلها يعني انا شوية تلاقيني في امريكا وشوية تلاقيني في مصر مش تلاقي شغل ومش عارف اعمل ايه فتلاقي كل السكك مقفولة في وشك فترجع تسافر تاني وبعدين ترجع مصر تاني يعني الحكاية دي كانت ممتدة معايا طول الوقت يعني ان انا الاقي نفسي في في اعلى حاجة في العالم وبعدين مرة واحدة انا تحت خالص على الارض فممكن الفاترة فعلا اللي كتبت فيها الحكايات دي هيا كانت فترة صعبة جدا في حياتي كنت بمر بتجارب شخصية صعبة وفعلا انا الاحساس ده بتاع ان انا عايز احكي حواديث لناس واشاركها معهم يعني هو كتاب اصلا ابتدى كحكايات على الفيسبوك وبعدين حصل تفاعل معها وبعدين الناشر الاستاذ سيف سلماوي يكلمني قال لي انا عايز اعمل ده كتاب فقلتلوه انا يعني انا ما فيش كتاب يعني هما شوية الحكايات دول يعني وحتى ما كنتش مجمحهم لان هما كنت عارف انت بتكتب على الفيسبوك فسيف هو اللي اتصل بيك اه مش انت اللي قلتوله انا عندي فكرة مؤلف كذا لا لا سيف هو اللي قال لي انا عايز ده كتاب الله ينور عليك مجرة العادة بصراحة اه فاللي حصل بقى ان انا يعني عدت في ليلة كده جمعت اللي انا قدرت اجمعه يعني بقيت حاول افتكر ايه الفقر ايه القصص اللي انا كتبتها وجمعها وبعدتها لسيف وقلتوه طبعا بس ده محتاج ادتينج ومحتاج ان احنا نعود عليه ونشوفها نراتبها ازاي وكده وقال لي طب اقرأ الاول وهرد عليك تاني يوم الصبح لقيت بعيتلي عقد عقد للكتاب فبكلمت سيف قلتوله كتاب ايه يعني اللي انت بعيتلي عقد انا مش شايف انه لسه فيه كتاب قال لي لا هو الكتاب زي ما هو كده يعني مش يحصل فيه اي حاجة هو هيتنشر بنفس الطريقة اللي انت بعتولي بيها وده اللي حصل فعلا يعني انا ما عملتش فيه اي مكان دي رؤيته هو بقى كناشر انا عايده زي ما هو بالزبط فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني في مقربصات وفي تاكسيات ومع ناس أعرفهم أو معرفهمش وحكايات وأنا ماشي في الشارع وفي أماكن يعني الناس كثير ما تحبش تمشي فيها يعني أسواق سوق الجمعة الشرابية أسواق شعبية أسواق شعبية وفي نفس الوقت بحكي حواديث العلاقة بأيام ما كنت أنا بدرس في أمريكا أو أنا خدت جايزة الدولة الإبداع سنة 1997 بعد ما تخرجت في سنتين ودي كان أول شك في حياتي لأنه هو أنت لما تاخد جايزة الدولة الإبداع وأنت لسه متخرج يعني هتعمل إيه بعد كده بالنسبة لك زي ساد باين فسافرت إيطاليا كانت بعثة حوالي سنة وكذا شهر فاتكونت عندي مجموعة كبيرة من الزكريات سواء في إيطاليا سواء في أمريكا سواء في مصر وأنا تحت إطار فكرة البوح كنت مثلا وأنا قاعد بالليل على الفيسبوك أو مكتب حكاية من الحكاية دي بس ومن هنا جات اللي بعد كده بعت الكتاب إيه 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 اللي خلاك بدرت بالنشر على الفيسبوك بدل من إنك إنت وإنت كاتب بدل من إنك إنت تاخد بعضك وتروح عامل مشروع كتاب وتكلم بقى مثلا سيف سلماوي تكلم فاطمة البودي يعني أيا كان دار النشر اللي هتروح له طبعا قلت أسماء أصحاب دور النشر عشان ما اضطرش أقول أسماء دور النشر فتتحسب علي إعلان لا هو الحقيقة أنا ده كان مقصود أولا الوسائل التواصل الاجتماعي خلقت طرق جديدة في الكتابة وفي السرد أنا كنت شايف كده وأنا كنت عايز أستفيد من الطرق دي في السرد اللي هي أغلبها بيبقى سرد بالعامية وبالتالي أنا كنت عايز أشوف رد الفعل ده على قارئ بيقرأ اللي أنا بكتبه غير أن أنا أكتب نص بالفصحة وأنشره في جريدة وما بقاش حتى عارف مين اللي أره أو مين اللي ما أرهوش أنا بأخد رد فعل مباشر على الكتابة بتاعتي فده ده 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 يعني حمسني للتجربة دي أن أنا بكتب بالعامية بتخلص تماما من الزخرافة بتاعة اللي هو العربية الفصحة وبلاقي تواصل مباشر مع القارئ يدخل يعجب وما عجبوش يعترض يعني فاهم أصلي أنت عرف أنه من الناس اللي بتشوف أن العامية بحس كده أن العامية زاهبة في طريق أنها تصبح لغة منفصلة يعني العامية المصرية دي قد تنفصل عن العربية الفصحة في وقت من الأوقات ده ده مجرد تصور هو على فكرة العامية بطول عمرها أصلا سياق موجود يعني هي عمرها مختفت مختفتش يمكن السنين اللي فاتوا كمان شعر العامية مثلا بقى حاجة يعني لها جمهور كبير مثلا آه بس دي فيها كلام هقولك ليه يعني أو يمكن تعليق السريع قبل ما نروح للفاصل بقى فيه ناس كتير جدا بتكتب شعر العامية بس وحش آه أنا من الناس اللي بتشوف العامية دي فلسفة فاللي ما بيكتبش شعر العامية بمنطق فلسفي ده العمال بيرص حاجات تحت بعضها ويبقى شكلها موزون ولطيف اللي ما عندوش فلسفة من ورا اللي بيكتبه ولا حاجة يعني مش كل الناس صلاح جاهين أو فؤاد حداد أو وهكذا هروح للفاصل وهنكمل الكلام وأكلنا حديث كده جوه الفاصل مش هنقولكو عليه استنوا بصوا طبعا فيها حواديث كتير جدا قاعدة نتكلم فيها في الفاصل وكلها دون استثناء واحد يذكر مش هنقولكو منها أي حاجة على الإطلاق على الإطلاق آه لأنه يعني هتؤدي إلى مشاكل وعواقب وخيمة ليه نحن الاتنين قالوني أرحب بضيفي العزيز كاتبنا ومنتجنا الأستاذ حسام علوان وزمالة قديمة اشتغلنا مع بعض وقاعدت كان عم يعني من ضمن الحاجات اللي في الفاصل كان بيفكرني بها وقاعد بقى الكلام بقى رايح جاي بقى بين نحن الاتنين طيب وأنا وأنا بتكلم على شنطة سفر وحيدة فيمكن حتى في مناقشتنا من حوالي أسبوع أنا والدكتور محمد فتح يونس على حسام علوان بالاسم بالتحديد وعلى شنطة سفر وحيدة ولقيته بيقولي ده هو غاوي يشتري خطابات قديمة وعنده خطابات من شقيقة الدكتور رشدي سعيد الله يرحمه يا رب قلت له ايه ده بقى تكله جد طيب وجابها منين دي حدوتة بقى تانية يعني هو الحقيقة أنا بنزل الأسواق القديمة كلها سواء سوق الجمعة سواء العطلين في اسكندرية سوق مين البصل في اسكندرية بنزل ألفه ده جواب من الجوابات بتاعتك بنزل ألفه يعني من ضمن الحاجات اللي بتستوقفني أحيانا إن أنا لقي أوراق أو جوابات أو خلافه الحقيقة القصة بتاعت الجوابات بتاعت إنعام سعيد اللي هي أخت الدكتور رشدي سعيد هي قصة حد ذاتها لطيفة جدا أنا كنت اشتريت مجلد مجلد المصور سنة 1926 حلو ونزلت لفت نظري وانا لما اشتريت المجلد ده غلاف أحد الأعداد اللي فيه بعثة رايحة من مدرسة السينية السينوية في سيدة زينب لإنجلترا للدراسة في إنجلترا بعثة بنات فنزلتها على سطحيتي لأن أنا حسيت أن دي حقصة لطيفة طبعا وبعدها بفترة أنا بحب أقعد أدعب سكده على الإنترنت فدخلت على إي باي لقيت حد عارض مجموعة جوابات من مصر ومكانه من القاهرة فمجموعة أظرف أنت عارف الأظرف لها ناس بيجمعوها عشان الأختم والطوابع وخلفة فأنا يعني بعدت له رسالة على إي باي قلت له بص أنا اسمي فلاني فلاني وأنا كاتب كتاب اسمي شنطة سفر وحيدة وأنا بعمل كذا وكذا وكذا وأنا مهتم جدا بالجوابات مهتم بالمحتوى اللي جوه الظرف مش الظرف نفسه يعني أنا ولا هممني الطابع ولا هممني الختم خدوا الظرف والطابع ويسيب لي اللي جوه بالزبط فلاقيته وفعلا هو على إي باي ممنوع أنك تكتب رقم تليفون بس على بين يعني إحنا مصريين في الآخر فكتبت له الأرقام تحت بعض يعني 0-1 تحت بعض فلاقيته بيتكلمني قال لي تتنورني وديلي وكذا قلت له تمام روحت له قال لي أي جواب يعجبك يعني أي ظرف يعجبك افتحه واخد الجواب اللي جواه وسيب الظرف تمام بكام قال لي وعلى حاجة صفقة جيدة أصلها يعني إن أسملك اللي أنت بتهتم بيه وأنا هيخد اللي أنا مهتم بيه الظبط هو قال لي الحقيقة اللي جوا الجواب ده أنا شخصيا ما بيهمنيش يعني حتى لو حد اشترى الظرف عشان الطابع أو عشان الختمة أو عشان أي حاجة ده بالنسبة لي وزن الزيادة لما باجي أبعثه بره في الشحن فبيكلفني في زيادة فأنا في حيان كتير جدا بأخد الجواب ده ورمي ما بأطور مي ما ملوش لازمة فقلت له لأ أنا هاخد أنا لإيه الجوابات قعدت بقى عفضي الأظرف ظرف ظرف وإنا معرفش إن أنا بعمل يعني كارسل نفسي بعدين ليه ليه هقولك لي لأن الأظرف دي عليها التواريخ في جوابات ما عليهاش تواريخ أوه فأنت عايز تعرف التسلسل الزمني بتاع الجوابات بالضبط وأنا مكنتش عرف إيه الجوابات دي أصلا أنا بأخد يعني بأخد حاجة أنا معرفش هي إيه أيوه فأنا راكب التاكسي مروح البيت معي كيسة كده فيها جوابات كتير فقلت إيه أتسلى فبدأت أطلع جواب اتنين فلاقيت فيه كلام على واحدة اسمها نظيرة جوابات 1926 فأنا أكتر اسم علق معي اللي هي بعثة المدرسة دي كان نظيرة نقلاء اللي هي قبل نظيرة اللي هي كلفة كتاب قبل نظيرة للطبخة فقمت فتحت صفحتي وبصيت عشان أشوف أساني الطالبات اللي كانوا موجودين فلاقيت واحدة منهم اسمها إنعام سعيد فبصيت على الجواب لقيت التوقيع في الآخر إنعام فعرفت أن أنا وقعت على مجموعة الجوابات الخاصة بالطالبة إنعام سعيد لما سافرت تدرس في إنجلترا المجموعة الجوابات دي من سنة 1926 لغاية سنة 1931 حوالي تقريبا ألف صفحة حوالي 200 جواب عددتهم تقريبا ألف صفحة قعدت قريبتهم كلهم وعملت لهم تايبين طبعا ما فيش كتاب ممكن يستوعب الكمية دي من الجوابات بس أنا شخصيا حابب جدا إن أنا أشتغل عليهم كتاب يعني إيه اللي لفت نظرك في الجوابات دي اللفت نظري إن هي كانت بتحكي لعيلتها كل أسبوع كل يوم حد بتكتب جواب في يوم الأجازة بتاعها تبعت تحكي لعيلتها بالتفصيل إيه اللي حصل خلال الأسبوع وهي يعني وتحكي عن اشتياقها لمصر ورغبتها إن هي ترجع وتحكي عن حاجات هي بتتمنها تحصل في التعليم وهي كانت بتدرس تعليم الرسم فبالتالي كمان بتحكي هي بتدرس إيه ونفسها دي يتطبق إزاي في المدارس في مصر تقارب بين النظام التعليم في مصر ونظام التعليم في إنجلترا والزريف كمان إن الرحلة بتبدأ كالقاتي يعني هي الصورة اللي كانت على مجلة المصور سنة ستة وعشرين هي صورة وهم بيركاء بيواخدين القطر من القاهرة عشان يروح إسكندرية يركبوا المركب لأوروبا أول جواب بيبدأ وتكتبوا وهي على المركب اللي رايح مارسيليا في فرنسا فبتحكي بالتفصيل الرحلة من ساعة ما طلعوا من صغر الإسكندرية ووصلوا لغاية مارسيليا ولما بتوصل للمارسيليا بتبدأ يعني تقارن ما بين المارسيليا والقاهرة والحناطير اللي في مارسيليا والحناطير اللي في القاهرة والشوارع هنا وهنا وشايفة أن القاهرة أجمل من مارسيليا فإنت بتتكلم طبعا عن وبتكمل الرحلة دي لغاية سنة 31 اللي هي بتكتب لأهلها جواب من 3-4 كلمات بتقول لهم فيه أنا نجحت أنا مش قادر أقول حاجة تانية أنا نجحت أنا نجحت وبتلحقها بقى أنه هو بتبعت لهم تقول لهم يعني أنا نزلة مصر المركب هتحرك في اليوم الفلاني هتوصل في اليوم الفلاني اسأله بقى في المينة بتاع اسكندري هتوصل للساعة كاما عشان تبقوا مستنين فأنت عندك رحلة بتمتد خلال أربع سنين أو أكتر حياة بن عدمة بتحكي يوم بعد يوم إيه اللي بيحصل لها فأنا شفت أن ده حاجة لطيفة جدا وتستاهل أن هي تبقى موجودة في كتاب يعني طيب دي هنا نظرة الكاتب لخطابات إنعام سعيد نظرة المنتج ها هنت قبل تحكيلي وأنا كابني قدم عادي قاعد شايف قدامي فيلم بصراحة ها هو الحقيقة تنفع فيلم فعلا بس بالإمكانيات اللي عندنا ده هيبقى فيلم مكلف جدا يعني رحلة الفتيات دول في إنجلترا أكيد ده موضوع مثير جدا لأنه الفترة دي كلها مفيش حاجة فعلا تعمت عنها بشكل حقيقي فترة يعني العشرينات دي فترة مهمة جدا في تاريخ مصر دي الفترة اللي صدر فيها دستور 23 دي الفترة اللي اكتشف فيها مقبار التوت عن خقامون سنة 22 حصل تغير في الوعي الجمعي وكان فيه يعني عملية إحياء للثقافة المصرية القديمة ومحاولة إنه إدماج الثقافة المصرية القديمة في الثقافة المعاصرة ودي حاجة ما حصلتش بعد كده تاني يعني حتى بتلاقيها مجسدة في العمارة في نحط محمود مختار في قبر ساعة زغلول للعمارة بتاعته محاولة دمج العمارة الفرعونية الثقافة الفرعونية الفن الفرعوني أو الفن المصري القديم في الحياة المعاصرة فدي بدايات السينما ودي يعني أقصد إن دي فترة حداسة حقيقية ومنطقة إحنا يعني مجهولة إحنا بالنسبة لنا تمانا بص حسين يعني أنت مش متخيل أنا لوقتي قاعد عمال مبهور قد إيه باللي إنت بتحكيه واللي في نفس الوقت أنا مستخسر جدا إن أنا أختم بيه الحلقة يعني مش عايز أختم الحلقة كده عايز نكمل بصراحة وعايز أعود أكمل حبة كتير على شنط الصفر وحيدة ثق من إنه أنا هخلص الكتاب وهتلقيني بكلمك أعود أدوشك في مناقشات وهطلب منك المزيد من الحاجة لكن ما تسبش الجوابات دي من غير ما تطلع فيلم بالطول بالعرض على رأي الجماعة اللي أنت كنت عندهم في أمريكا بايهوك أوركروك طلعوا ده فيلم سيمة ده هيبقى حلوة حلاوة اكتب واسبها على الله يمكن منتج جامد يا تحمس أنا عايز أشكرك جداً نورتنا وشرفتنا وثق تماماً أن هذا كتاب يجب أن يوضع فيه صدارة المكتبة أنا أشجع الناس عليهم قدوا الكاميرا قرب الكاميرا حقيقي اقرأ الكتاب ده كتاب مكتوب للعامية المصرية وتجربة حاجة مهمة جداً تجربة ذاتية أنا أشجعك على القراءة شنطة صفر وحيدة حسام علوان لو كاننا العمر هنتقبل أسبوع جاء إن شاء الله يدينا وديكم العمر والصحة في التاسعة سلامات